السلام عليكم أنا هو الإنسان اللي جائز فيه الجلد والرجم حتى الموت جائز فيه هاتشي هذا وخدب الوضعيات بالدلات وقدرت ولو نعود غير شبر من ذاك الغلاط اللي يدرت الوالدين هما واحد خط أحمر ولكبروا وصرفوا وكيولوا مسؤولية ديالك خسك تحملهم تحميهم وتوفر لهم قاعدة شي اللي يحتاجوا حيث هي نفس الوضعية من اللي كنتي انت صغير وما قادرتك تمشى كيجيبولك ما تاكل كيلبسوك وتيقريوك وتيوجدولك مستقبعلك أنا نعود لكم الوضعية ونعود لكم داك شي كيفاش بدأ من الأول بعد ذات سنة يالله كملت العام كان توفى الوالد ديالي كانت عني اختيل كبيرة واختي اللي صغر منها شوية واختي خرى وانا اللي يدري بيناتهم كاملين فاش بديدتا نكبر شي شوية عرفت بللي الوالد توفى تمال اختيل كبيرة تزوجات وتزوجات ومشات للديار الإسبانية ولاتش كل شهر كتسفت لي نفلوس الكرة والموضو اخواتي الأخرين وحدا كتقرى وحدا غيقالصة في الدار وحنا يكن منبوذين في العائلة على حسب ما كتعاود الوالدة لا من عائلة موي لا من عائلة الوالد اللي يرحمه حيث الوالد كان من اللي يمشي عند عماتي وعند أخواتي وذلك شي كتعاود عنا غير حويس الخيبين من درجة انه تقول في خواتاتي وتقول في الوالدة ديري شي عادرة خيبة ونظو الصدعات بزاف واللينا بحل ما مادناش عائلة من غير واحد خالتي لي اخت ماما اللي مجوجة اصلا جداتي من جيت بابا ومن جيت الوالدة ما كينيش اللي يرحمهم الوالدة عند اختها وحدة هي اللي كتكسب اخواتي داخلين ما عارفة اللي هم تشي مألومة وعمتي وعائلة الوالد يعني ضاربنا لنا وحد ضربة خيبة مكين ماك يحملونا موالو كتكون عندهم شي مناسبة كهم شي وما ترحبوا بنا موالو ما تدواش فينا والوالدة صافي ضربت عليهم ضربة وحدة ودرتنا العز وما قادش باغانا مشوا عندهم يعني ما يمكنش ان الوالدة تديناش نهار لعندهم كمشوا عند هذه المرأة اللي هي خالتي اخت الوالدة الى ما كانتش وكانت مصافرة ولا غادا عند نسابها ايا وشي حاجة كنعيد وغيف الضرب وحدنا مع الجيران هذه البلاصة ما في انساكنين احنا ايا ايا واحد ضرب قدي مبزاف كان كاريها واحد صاحب الوالد اللي يرحمه كان كاريها لنا وواعدنا بلي مع مري خرجنا من تم حصلا ديك الضرب يعني وما ماشي في حاجة اليها واحد ضرب كان تغيس في ليا وعندها اسطح وحنا بقنا نساكنين تم ما كانتش مشكل فاتش هذا فاش مشا تختي يعني خدمات وبدأت تتصرف علينا انا كنت مقبل قريتي وكنت عزيز 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 بزاف على الوالدة كانت كانت تقدرني وعزيز عليها وعزيز عليها وعزيز على أختي وكنت هلو فيها وكنت بيه خير وكنت قرأ وكنتشي مدراسة وكنشي حتى وصلت للباك ما كانتشي مشكل فاتشي هذا يعني وصلت في واحد ظروف ليزوينا بزاف ومعمر الوالدة يعني خلتني نحس براسيرا نقصني شي حاجة كانت مسكينة خدامة كل مرة وشنو كتخدم اه سهل علي الله شافت له واحد السيدة انها تتخدم مع واحد القطاع دي النظافة حختيك تقام قبلين في الدار بيتمنجة الوالدة وعايشين في واحد الهدوء وفي واحد الصرور تعم فاش وصلت انا للباك يعني وصلت في واحد الظروف لي مات بليت في زنقة ما بقيت محافظ على رأسكي في ماء انا وكنت موعد الوالدة باش انني غنطيها في قرايتي ما نتصاحب ما نخرج مع دراري ما عادي باش ندير الموستقبل وننعمل هذه الخدمة فعلا ذاك الشي اللي ترى مور الباك مشي تدرت الديبلومات كان قل لي يا واحد الاستاذ شنو بغيت تدير مور الباك تلغمشي الله فقل لي انا كننصحك تدير ديبلومات تحت منك ومنبعد تدير شي حاجة بروفيسيونال بحشي ليسونس بروفيسيونال ولا وجد الدكتورة ديلك في شي حاجة خديت هذه الفكرة بعيد الاعتبار وفعلا ذاك الشي اللي ترى خديت ثلاثة ديبلومات قريت ستنين مور الباك عامين في عامين في عامين جمعت هذه الدبلومات اللي كلهم يشكلوا ديبلوم واحد يعني قريت تجارة لإدارة إدارة الأعمال ومورة هكا تقرعوا تاني لكوميرس وانت غادي يعني جميع المجالات ثلاثة ديبلومات كي يجمعوا ما ذاك المجال يعني ولي تنتسمى بحلان ديباك بلوسيس ما علينا سيدي بقيت نقلب على الاسطاج حي تخس كدروري او موان اسطاج شهرين اسطاج جيت هذيك الشهرين والولدة مسكينا واختيك يعاونوني سهلا لي الله وخدمت في واحد الشركة خدمت غير كونترا ديبا ستشهر وانا كل كانت راعد تنكر غادي ستشهر سيجريوا عليها سنيت معهم كونترا دازت ديباك ستشهر قبلوني عجباتهم الخدماء كان جي في الوقت ديما مقدم ما كان هالشراس يعني يلقوا في يدك شي اللي بغاوهوما سنيت معهم كونترا بصالير ديبا سبعلاف وثمانمائة درهم في الشهر فيكس يعني فيكس ديالي وعندي بريم من تلت شهور تلت شهور في الف وخمسمائة درهم سبعلاف وخمسمائة درهم ولا كيف ما بغي يكون فيت خمسالف درهم يعني صالير يحترم بدلت الوالدة يعني شريت لتلاجعة بدلت لها الصالون بديت كل مرة انا ممزوج موالو تلت شهور في الفيديو موالو وقالت لتلت شهور وانا سنتجل تلك انا سنتجل تلك انا سنتجل وانا سنتجل تتقديم اختي الثاني من اختي الكبيره تزوجات تاهية ولكن تزوجات تقلزها في الدار الوالدة أصبرت مع اختي المتوسطة الصغيرة اختي الصغيرة التي عليها جيت اناية انها ثم قلت مع الوالدة كانت تظهر فيهم و أحضر واحد نار قلت لي الوالدة و قلت لي أن تزوج و تدير محل كتنتها و يقول لي أن أدنا في أن نمشي و نجي قلت له فكرة أين هذه الوالدة ألقيت واحد شقة غير قرب الوالدة يعني ليس إحدى الوالدة في الدار و لكن في نفس الحي في كينا هي قلت لي يا رقينا بنت الجيران لأبغيت تعظر ما قلت لي وش فلان قلت لي قلت لي يا سيهم قلت لي عرفتها و لكن لم يكن لديك السيدة الوالدة لا تدخلها قلت لي أنت مالك تردوش بها والبنت قلت لي عمرها دار و جيراننا و ماذا تريدين أنت و أمها مسكينة للحمراء كانت صاحبتي و أمها مسكينة لم يكن لديها سيكون خير و منها ستأخذ بنت الناس قلت لي ليس مشكلة قلت لي أن هذا السيدة لديها غير ابوها و أنت غير تظري مع ابوها لم يكن لديها الوالدة و أسير أحضر معه فعلا قلت لقيت معه و تنوية قلت لي يا عرفتك كل شيء مزيان كل شيء و هذا قلت لي أن نعضر نعضر في سيهم إلى جاسة لخاطرك قلت لي يا أخو بارزوينا يا والدي تبارك الله عليك أيام كانت شيء مشكل قلت لنهار و جيب الوالدة ديالك و واجهوا مرحبا بكم هو عيت على أخته باش تكون حاضرة معنا مرة في الدار في الان الزيت الوالدة قلت لديهم فو ريحنا و رحبو بينا كل شيء مزيان كل شيء و هذا تفاهمنا تزوج بالبنت لكي تنوية البيت القاصيد تزوج بالبنت العام الأول و هذه الأول التي يمعها تزوج بالبنت العام الأول لا يوجد مجرم المشكلة تجي الوالدة عندي مرة مرة أخرى و هي أختي و هي غادة و معمر هذه السيدة تشكت لي من الوالدة حيث كانت تقار الوالدة يجد درجة لها و يجدها فعلا سيدي تكشيل لطرق واحد نهار هذا السيد الذي كان يعطينا سنوات هذا الدار توفع جاء الوالدة سوف تخرجوه سوف نطلع فلاصة عمارة بقينا معهم الوالدة مسكينة مكارية لبورقة دوروها فلوس جاءت لعريفة و خرجت الوالدة أنا سقط الخبار جاءت لوالدة جميع حواجك أخويت لها واحد البيت مع الدار كانت غير صغيرة لم يكن لدي الأتات بزاف أخويت لها واحد البيت مع داري كانت كبيرة شوية أخويت لها البيت و أضعت فيها الأتات ديالة و أضعتها تماما و أبقى تسكنها معي الوالدة و أختي مدام سرحت لها الموقيف قلت لها الوالدة قالت لها جيبها خالتي على الرسول عين كذا 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 معلنا الوالدة شدت تقارها يعني لم يكن لدينا مشكلة دوزيت معي الوالدة كثير من 6 شهور قلت لعبتيش غدري ستزيد على رسك غير المصاريف قلت ساكن معي هنا رأى المادام ما عنده مشكلة هضرت مع المادام قلت لها و أشتسكن معنا قلت لها في كرام زيانة خلي الوالدة معا رأى كبرية مسكينة خليها معنا هضرت مع أختي قلت لي لك أنت مادام ديالك موافقة ماشي من مشكلة خليها فعلا ذاك شي اللي ترى بعنا قلت لها وهو الوالدة اللي اخدت فلوسه قلت لها قلت لي هانت هاكا هاكا ولدي هاد الفلوس هادو غيلا كانت تعاون مع راسك شوية وكذا وانا غالسة عمد كنة فرشت لها ذاك البيت اللي اخويت ليها فرشت لها ولا بيتها هيا والمادام ضحكوا الناشاط بي خير كل شي مزيان ما كنش غرام ديال المشكيل ختيكا تعاونها فشقاها كيتعاونوا مع بعضياتهم وعيشين واحد حيات اللي يزويينها بزاف ضربناها عام عام تا نقول لك شوية قلت المادام ديالي قلت لي رفضيط عليها تشي فراسي واش انا مغنقلش مع راجلي واش انا كادا واش انا كادا قلت واحد النقطة ديالة تحول انا كنقول مع راسك كيفشت السيدة دي جابني تلدى بل هنا يا وخصني نخرج نجري ونقلب الوالدة على الكراع ونروينا ودوز من هنا ودوز من هنا ودوز من هنا عجتي هي قتلك الله سيدي خرج لي الوالدة ديالك من هنا كيفشت البلان هذا انا محملت صراعصي وليت انشد لك سمع المادة تقول لا والله لا يجلسي عندي والله كادا وتنمني منك والله لا خرجت بادي تخرجي انتي خرجي والوالدة مسكينك تدخل بخيط بيت تقول لا تخلي سوقراعسك مشات السيدي لضرمة غضبانة غضبات امشيت هنا تنطلب الرغب ونزاو وقال لك والله لا جيت غالا ما خرجت ممك انا ما نقضاش نجري على مو انا ما نقضاش نجري على مو انا اللي بعت لها الاتات ديالها او انا اللي بعت لها كذا وانتي كتي موافقة وما يمكن ان نجي نقول له خرجي في حالك رجعتني في حالتي للدار بقات خمسة عطر يوم ويأخذ بعنا اعطت لي في تليفون قتية صافراني قد نجي للدار صافر طلعنا على الشيطة الحرامة وسمح لي وكذا وكذا انا اعلانيتي مرحبا بك وردار كاديك وردرت معك اللازم وكذا ممكن ايش قرام ديال المشكلة في هذا الشيطة السيدة من اللي يجي تلطر واللي تتخرج بزاف من اللي كنكون هنا في الخدمة تتخرج بزاف بعض المرات كنكون في بيت الناس وكتجي بليها تنكون تعشيت انا ولا كليت ولا شي حاجة كتجي بليها تقول ليها هاك را يقدر يكون فيك الجوع ولا شي حاجة تنقول ليها ما في مركات تقول ليها بدي اكل واشتغت بات كرشك خاوية كذا وكنا ناكل شي ثلث يام بحلقة كونا كنا ناكل في ذاك العجب ازيتي واحد الانسان وحطيتي واحد الانسان واللي تنغويت بالليل واللي تكر شي كتضرني واللي كوشي كي بليها كحل كل ولي تكن نغويت على كل شي ومرتي كتبليها هي اجمل حاجة كينا في الكون وهي كتبدا تشارجي فيها هات شي كعودوا لي الناس حيث انا من النهار خرجت على الطوع ديالي ما بقيت تعرف راسي ش كندير ما لينا وحد النهار اشتاخت من سما بالليل اختارت الموقف يعني اختارت اللحظة المناسبة بالليل قلت قلت له نود نود داع با خرج ممك صافي خرج ممك قلت له يلي ما تعودش قلت له يلي ما تعودش نود قلت له موج مائح واجك قلت له يا كلبسة ودي شواقع يكنش مشكلي كان قلت له ما تزيد معي لكن المالة والو قالو الله لا القطاش حالخائبة قلت له جميع حواجك قلت له جميع حواجك تنتي وما بغتش الوالدة قلت لك فينا تخرجنا ولدي فاد الليلة ده محشو ماش عليك مش هاتل الوالدة قلت لان بينكو بين والدك اختي مصدريش معي انا بينكو بين والدك بغي خرجك الله يسعال عليكم اشتخيط من سماء اشتخيط من سماء قلت لها زيدي وحليت الباب الجيران كيخرجوه مالك وولي تخرج من مك فاد الليلة ده واشتطيتي واش وقع وبديتان خصرف العضراء وبديتان سب في الجيران وبديتان غويت خرجتهم بره وسطيت الباب الجارة اللي حدنا هزت الوالدة اختي ودخلتها عند الدار طلع النهر يعني جو الجيران كيضره مع المدام نهل الشيطان كادا كادا عيطولي في تليفون راه درنا مع مرسك ومرسك ما بغتش تهدر معانا مين تي عفك رابعنا نضره معك جو الجيران بغو يدره معايا الله يسامح في ذاك الهدرالي قلتيك تي في لحظة غاضب كادا الله يسامح او دير امك هذيك واش تستطيتي تجري امك في زنقاء واش تحمقتي واش تبع عقلك واش هذي واش هذي هي هذيك سيدي انا ما كان طوعش للناس ما اديتها فيهم ما وانو خرجت الوالدة هي اختي عيطولي الاختي دي كي نفف دير دير برا قلت لهم اختيان نرى مزيرة دبا فلوس ما نقدرش نصفت لكم فلوس غير شوفو فين تقاسو بيد ما نصفت لكم فين تكريو عيطت لي اختيش بعد فيها سبهان وتن تسبنو يا الله يعطيك والله يعطيك يا المجريم يا كادا يا المجريما بدنا تن تعطعو المدام ديالي كان بوسلا في دي اوفراسه وانو قلبي يقغى كان بريك وانو خرجت لكم وكتبلة المدام ديالي هي اهم حاجة انا فدلكون وانو رامى مجريع الام اللي يجابني لها ابني هذه معلنا سيدي لم أحزت الوالدة ما بقعتش بغى تقلص احدات الدار على الدار ما بغى تشوف قالت في وجهه وانو الوالدة قلق بحثت ان خيتي دير لي اي شي حاجة قلت لديه صاحب في الحومة القديمة قلت لها رأى والديها اشترى عليه اشترى عليه اشترى عليه اشترى عليه قلت لديه واحد السيد قالوا لي هاشكين 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 ده بخص هذه السيدة تجير للدار تدخل عند المادام وترش شي حاجة في الدار جاءت هذه السيدة ودخلوا للدار عند المادام ارحبت بهم قلت لهم اجي وكذا هادي بغين اغين هضروا معاك حشو ما نقعوا في الباب وغفلتان منهم من المادام ديالي بدأوا ترشوش العيبات في الدار انا مني قلت لديه ادخل الدار ما تنقدرش ندخل لها تبدأ نغوت قلت نوصل لباب ديالدار تبدأ نغوت تبدأ نحيط حويجي ما تنقدرش ندخل ديالدار قلت نقرب الباب تدخل نراسي وتنطيح تنغوت شدوني الجيران دخلوني صحى الدار غير دخلوني الدار قاسما بالله الهدن اللي حسيت بها واحد الجار هو جاء واطلق القرآن في التلفازة واحد ادعاء ديال القرآن وجابوا واحد السيد او تاني وجابوا طلبة وجابوا ان تلك يقرأ القرآن وجابوا لان حسب لي شي حاجة ما كيناش ما مزياناش في الدار جابوا لي واحد السيد اللي حاليا دابر عندو محل ديال الرقية الشرعية جابوا لي هذا السيد هذا ودال لي الاستفراخ وقال لي انت عندك مص شيطاني وقال لي انت رك موكل وكادا انا من اللي فقت من القلبة من اللي تقييت يعني را كي جاندي يوميا يوميا كي جاندي كندلت استفراخ يوميا من اللي انا اقول لكي جاندي يوميا تندلت استفراخ جات عندي لما دام مشات عن الضرمة غبرات جات لوالدة قلست معي وقالت تقولي يا والدير هذيك خيتي كان تديرها لك شي موصيبة وانا را كنت عارفها وانا را كنت كاعدها وانا را كنت كاعدها فعلا ذاك شي اللي قال لي يا السيد اللي وقف معي في هذه القضيات قال لي يا والدير اكتم واكل شي موصيبة شوف شك تخرج من كرشك شوف شك تدير فقت من القلبة عرفت راسي شنو درت جمعت هذوك الاديلة كاملين اديت شاهدة دي لدك السيد اللي اللي يوقف معايا اديت شاهدة ديالو ومشي ترفعت عليها شكاية مشي تديرت شكاية عنده وكيل المالك فعلا يعني قال لي يا وش تابعة بتسميم سمماتك قلت لي ما ما كرهتش نتابعة ولكين انا بيتغين تفكوا منها قال لي يا واسير دير ميلة في الطالق الشقاق وهات السيدة دي يعني را دارتلك مشكلة وانا كنفضل انك تتابعة قانونية لانا تشيري دارتلك را يقدر كان يقوت لك قلت لي ومرة جريت على اموي وركادها وطبت لي في واحد المشاكيل في اعلان ذك الشي اللي يدرت مشي ترفع الدعوالي اطلاق وطلقتها اما بعد واحد الجلسات واحد السب والشتم وكيجي وعد نارة دار ويعني الوليدة يعني كانت تكتق في المالي كانت صاحبتها وطاقت في السيد بالليارة وغري وما فيش الفائل وقلت لي انا والدي اللي سقطع في النار الول انا والدي وكتبكين سكين الوليدة وفي اعلان طلقتها بدا براني عايش مع اموي وعايش مع اختي وشان نقول لكم يعني اخدي الدرس درس وعر يعني الله الله بي يلي يطرق ورجع لي اموي بين يديها وفين ما كانت تفكر بليجريت على اموي وشتكت خيط من اسمه قلبتي تشدة لي كان شكركم بزاف على الاستماع والله الرحم لكم الوالدين طلوف وليديكم اشتركوا في القناة